عادت مجلة الجيش الناتق الرسمي باسم الجيش الوطني الشعبي لفي افتتاحيتها التي تعبر عن عقيدة العسكر وإديولوجيتهم وسياستهم وأفكارهم ومواقفهم أيضا هذه المرة في عددها لشهر مايو 2022 كتبت افتتاحية تحت عنوان معركة الوعي الأخطر على الإطلاق وبذلك حددت في هذه الافتتاحية التي حقيقة تختلف عن مستوى الافتتاحيات السابقة التي انتقدناها كثيرا ولكن برغم من ذلك هناك ثغرات كثيرة في هذه الافتتاحية أيضا ولكن الحقيقة أن المستوى تغير وتم استدراك الكثير من الزلات والأخطاء التي كانت تحدث من قبل هذه الافتتاحية أولا حددت مهمة الجيش وتكلمت عن الاحترافية وأشارت إلى الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى النواحي والوحدات القتالية وقيادات القوات وما إلى ذلك من هذه الأمور وأشارت أن هذه الزيارات تندرج في إطار العمل على احترافية الجيش ثم أيضا في إطار آخر يتمثل في الجاهزية العملياتية طبعا مدامة المرحلة صعبة والواقع ليس كما يراه الكثيرون فالجاهزية القتالية يجب أن تكون مرتفعة وطبعا هذا ديدن الجيوش فالجيش عندما يتكلم عن الجاهزية القتالية أو الجاهزية العملياتية لا يعني أنه يستعد لحرب بل هذه إديولوجية وعقيدة العسكر دائما وأبدا الحديث عن الاحترافية القتالية الحديث عن أشياء تدخل في إطار الجاهزية أيضا العملياتية وما إلى ذلك من هذه الأمور ثم أيضا أن جوالات سعيد شنجريحة تناولت المسألة الظروف المهنية والمعيشية للقوات والوحدات القتالية وما إلى ذلك من هذه الأمور أيضا تحدث عن رفع درجة اليقظى والحيطة والحذر وأيضا الاستعداد لمواجهة كافة التحديات وأيضا تحدث عن برنامج واسع لعصرانة الجيش وتجديد قدراته ضمن إطار برنامج الرئيس عبد المجيد تبون هذا الجانب الذي يخص المؤسسة العسكرية وأعطى تفسير لتفسير عسكري عملياتي لتحركات سعيد شنجريحة رغم أن فيها الكثير من الرسائل السياسية التي توحي بأن المرحلة شديدة الحساسية التي اعترفت بها الافتتاحية بحد